واليومين لا لا ما حسيت بشيء أبداً لا بعدين بعدين شو؟ بعدين بعد شيء شهرين أو شهرين ونص عرفت أني حبلة الفنانة اللبنانية نوال كامل تعرضت للاعتداء واكتشفت حملها بعد شهرين ما بعرف اكزاكتلي يعني هي صراحة ما بتذكر إذا تاني يوم جيت على البيت ولا تالت يوم حتى يعني ما بتذكر إيتي يومين؟ ما بعرف ما بتذكر لا فجرت الفنانة اللبنانية نوال كامل مفاجأة مدوية كشفت فيها عن تعرضها للاعتداء في سن المراهقة والمعاناة التي رفقتها في تلك الفترة لا سيما وأنها كانت وحيدة بعد وفاة والدتها وروا التفاصيل ما تعرضت له حيث التقت بشاب خلال عملها في مكان فيه محلان بجانب بعضهما البعض دعاها لتناول الغذاء وأخذت موافقة والدها قبل الذهاب إلا أنه وضع شيئا في الطعام ولا تتذكر شيئا من الحادثة كما لا تذكر متى عادت بعدها إلى المنزل ولم تدرك ما حصل معها إلا بعد حوالي شهرين عندما اكتشفت أنها حمل هو اللي صار إنه شاب تعرفت علي كنت عم نشتغل بمحلين حد بعض وكان أيام حرب يعني عرفت فأعزمني على الغداء يعني مش عشاء ولا نايت كلاب ولا سهرة بالنهار غدا بالنهار غدا إيه ونهار أحد يعني لأنه ما عنا شغل وأخذت أذن من البابا وقال لي أوكي يعني مش مشكلة وايكي وبدأ يكون هو غشني يعني وأشارت نوال إلى أن ردة فعل أهلها آلمتها بشكل كبير وبات ينظر إليها بطريقة مختلفة كأنها شخص لا يملك أي قيمة وأنها لا تلوم أهلها على ردة فعلهم هذا وعبرت نوال عن دمها على الإجهاض الذي قامت به حينها لأنها لم تكن تملك الوعي والخبر الكافيين لاتخاذ القرار المناسب وتحدثت عن تكريس حياتها للعبادة مؤكدة أنها ليست راهبة ولكنها كرست حياتها وذاتها للربي إنسانة علمانية حكيت مع أختي الكبيرة وكان لازم نعمل إجهاض اللي هلا بس تذكروا أنا بيأثر فيه كتير يعني لأنه ما كتعارفي حجم الجريم اللي كت عم بعملها بوقتها يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة